بل إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن صلاة الليل هي أفضل النواثل وأنها من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ولا يفضلها إلا الصروات المفروضة الواجبة وهي الصروات الخمس وكذلك أيضا فروض الكفايات فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن فروض الكفايات أفضل من السنن التي لا تكون واجبة على الكفاية فصلاة العيد مثلا حيث قلنا إنها من فروض الكفايات وصلاة الجنازة تكون أفضل من قيام الليل لكونها واجبة على البعض فالمقصود أن صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض سواء كانت فرائض أعيان أو كانت فرائض كفاية وهذا الحكم بأنها أفضل يدل على أنها سنة وليست بواجبة وقد أجمع أهل العلم على أن قيام الليل سنة بل هو سنة مؤكدة ومعنى كونه سنة مؤكدة أي أنه يكره للمرء أن يترك قيام الليل بالكلية وأن لا يفعل شيئا من قيام الليل وأقل قيام الليل ركعة وهو الوتر الذي سنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل ولذا جاء عن الأئمة كأحمد وغيره أنه لما قيل لهم عن الذي يتركوا قيام الليل ذموه وبيّنوا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم شكرا